اشتركوا في القناة بحرية الملكية البحريني بحضور الواء ركن بحر محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكية البحريني يشارك في هذه الدورة عدد من المتطوعين من القطاع المدني في القوة الاحتياطية للمواطنين من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني العسكريين والمدنيين لتأهيلهم التأهيل العسكري الذي يمكنهم من الدفاع عن وطننا الغالي ليكونوا درعا داعما لإخوانهم من منتسب قوة دفاع البحرين وذلك إيمانا وتنفيذا لنهج وتوجيهة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه اللورعة وقد عملت قوة دفاع البحرين على الإعداد الجيد لهذه الدورة حيث قامت بتوفير كافة احتياجات ومتطلبات التدريس من تجهيز القاعات الدراسية اللازمة واختيار أفضل المدربين وانتقاء أجود أنواع المواد الدراسية والبرامج التدريبية لتحقق هذه الدورة لأهداف المنشودة وأفضل النتائج المرجوة حتى يتخرج المتطوعون من القطاع المدني وقد تسلحوا بالعلوم والمهارات العسكرية كما وتشتمل الدورة على مجموعة من العلوم العسكرية النظرية والعملية استمراراً للمرحلة الأولى انطلقت في عدر من مراكز التدريب بوحدات قوة دفاع البحرين دورة المتطوعين المدنيين للقوة الاحتياطية الدفعة الثانية بمشاركة واسعة ما يعكس حبهم وولاءهم لهذا الوطن وأنهم خير من يحمي تراب مملكة البحرين اليوم فتح باب التطوع هذا يمثل أيضاً للمدنيين يمثل أيضاً تطور آخر لقوة دفاع البحرين بحيث أن ينال الجميع شرف وواجب الخدمة العسكرية دفاعاً عن البحرين فقوة الدفاع البحرين هي الدرع الحصين وفتح المجال للمدنيين بالتطوع ودخول الخدمة العسكرية يمثل شرف عظيم وهذا يمثل المعدن البحريني الأصيل للمواطن البحريني الذي يقبل على تلبية النداء الواجب للدفاع عن الوطن في كل المحاكل طبعاً أنا من فترة طويلة كانت منيتي أن ألبس زي العسكري وأكون فر من أفرار روة الدفاع والحمد لله رب العالمين اليوم تحقق ذي الشيء أن أكون مطوع مع قوة الدفاع لحماية هاي الوطن طبعاً أنا سعيد بوجودي في هاي المكان وهي طبعاً واجب وطني وإن شاء الله نحن نخدم الوطن في القوة الاحتياطية لقوة الدفاع تحت راية سيدي جلالة الملك أحمد بن عيسى الخليفة إن شاء الله أولاً أنا شفت إعلان في موقع الوزارة إن في طالبين المتطوعين فقدمت بدون أي تردد بعد خرمت الوطن شرف ما في أفضل مننا المتطوعون في القوة الرديفة لقوة الدفاع البحرين عبروا عن فرحتهم كونهم درعاً داعماً لإخوانهم من قوة الدفاع وأنهم فخورون بارتدائهم الزي العسكري وسيكونون دائماً على أهبة الاستعداد متى ما أحتاج لهم الوطن ناهيك عن وفائهم بواجباتهم العسكرية في الحقيقة أن هالبلد المعطاء يعطي الكثير ونحن نمتقدم في القوة الاحتياطية نعطيه جزء قليل جداً نحاول نرد شيء قليل من هالأمر وراعي الزوجين يقول وأعدوا لهم استطاعتهم من قوة ومن رباط الخيل فنحن نحاول نصاهم في هذا الأمر حماية لديننا حماية للوطننا حماية لقادتنا للمواطنين بقيادة ورؤية سيدي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن يسا الخليفة بلد أعطانا الكثير ويستحق مننا الكثير هذا البلد الذي نعيش فيه في أمن وأمان واستقرار وإذا جاء النزال نحن في الميدان إن شاء الله وإن شاء الله نكون قدها حدي متفائل إن أنا بأخدم بلدي حدي يعني متفائل بساعة سادر الحمد لله رب العالمين توفقنا ودشينا الدورة الحدث الوطني ثبت حرص قوة دفاع البحرين في ظل التوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب الجلال الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله للقيام بدورها التاريخي في الدفاع عن حدود الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه وسيادته ضد أي تهديد وأثبتت أنها الدرع المنيع لجميع المكتسبات الوطنية والحضارية لتزهو بهامات شامخة ذودا عن أرضه وسمائه ومياهه أجمل معاني الحب والانتماء لهذا الوطن الغالي عبر عنها المشاركون في القوة الرديفة لقوة دفاع البحرين والتي جسدت المعنى الحقيقي في حب هذا الوطن تحت راية سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه طرل نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر